موسيقى حياكم الله ياهلا وسهلا ومرحبا فيكم متابعين برنامج جيرتنا في مساء جديد ويوم جديد في حلقات برنامج جيرتنا اليوم نطلع معكم بفقرات متنوعة نستمتع فيها في هذا المساء مع بعض خلوكم معنا حتى نتجول في هذه الديرة العظيمة موسيقى 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 يسلام يسلام يعني أول فاصل غنائي معنا وأول لقطات من أبهة وجمال أبهة بنتجول في أبهة والباحة ونشوف مناطق مختلفة نشوف جمال السعودية لكن بداية مع الأخبار أول أخبارنا هو إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا اليوم حملة توعوية تحت الشعار افهم معنى بياناتك التي تأتي استكمالا لجهودها في مجال التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة وذلك بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة وقال معالي رئيس مكتب دارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الربدي بن فهد الربدي إن الحملة تهدف إلى رفع مستوى ووعي الأفراد بنظام حماية البيانات الشخصية وحقوقهم الواردة فيه من خلال توعيتهم بأهمية حماية البيانات الشخصية ومعرفة حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية والتزامات الجهات المشمولة بأحكام النظام أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم عن إدراج ثلاث مخبوزات سعودية ضمن مبادرة مخبوزات المدن المبدعة حيث تعكس هذه المخبوزات التاريخ والتراث الطهوي للمدن السعودية المدرجة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة والتي تم اختيارها تقديرا للجهود المبدولة في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل تنمية مستدامة وجاءت هذه المخبوزات لتمثل المدن المبدعة السعودية في شبكة اليونسكو الأحساء المدينة المبدعة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية وبريدة المدينة المبدعة في فنون الطهي والطائف المدينة المبدعة في مجال الأدب أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم حملة توعوية تحت عنوان موسم حصادها تماشيا مع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بأهمية تناول الفواكه المحلية في مواسمها المختلفة وتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تناول المنتجات الزراعية المحلية ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في مواسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية هذه أخبار ديرتنا وأبرز الأخبار لكن حيبنا أخذكم إلى ممشى الضباب أول جولاتنا نبغاها بين الضباب وبين الغيوم في أجواء باردة شوي حتى نتنفس هذا الجمال الموجود في ممشى الضباب اللي يطل على سهول تهامة يوفر هذا الممشى الجميل متعة رائعة جدا بخلال مشاهدة الجمال الموجود فيه نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الجمال الموجود فيه بها كالعادة مع زميلنا محمد الأحمراء اللي ينمسي عليه بكل خير الله يسعد وقاتكم بكل خير حياكم الله مشاهدين الكرام عبر هذه النافذة اليومية والتي نطل عليكم من محافظة النماص وننقل لكم الكثير من تفاصيل موسم صيف عسير 2024 صيف في عسير تراها تهول درجة الحرارة مشاهدين الكرام في محافظة النماص هي 24 درجة مئوية الزائر الكريم لهذه المحافظة يستمتع بالطبيعة كما تشاهدونها الآن على هذه الإطلالة التي تتجاوز 2700 متر عن سطح البحر وبطول أكثر من 2 كيلو متر مربع يستمتع الزائر بالبرامج والفعليات التي تقدم في ممشى الضباب بالإضافة إلى الإطلالات الجميلة والأكلات أيضا الشعبية المميزة في هذه المحافظة حاب نتكلم عن النماص بشكل عام وعن هذا الممشى والكثير حقيقة من الوجهات السياحية فعلا صيف عسير صيف في عسير تراها تهول وتهول بكل تفاصيلها بفعلياتها بمواقعها السياحية التراثية الأثرية ستعيشون معنا الكثير من التفاصيل من خلال هذه النافذة على برنامج ديرتنا وعلى شاشة السعودية يسعدنا أن نرحب بالأستاذ خالد الكلثمي سعدين حقيقة بتواجدك معنا نباك تكلم المشاهد وتعرف المشاهد بالكثير من تفاصيل هذه المحافظة بشكل عام والممشى بشكل خاص أولا نرحب بزوار المصطفين لصيف هذا العام بمحافظة النماص ومنطقة عسير كافة محافظة النماص محافظة رائعة في أجوائها وكذلك تمتاز بمواقع تراثية منها قصر المقر الذي يمتاز في أكثر من خمسة آلاف مخطوطة كذلك يوجد به هذا المتحف المطاعم والكافهات التي تقدم الزائر بمحافظة النماص وكذلك يوجد فعاليات بمسمى قصور العسابلة بمحافظة النماص تتضم جميع البراندات وكذلك الكافهات والمطاعم والترفيه وكذلك يوجد مطلات على محافظة النماص منها سبر وكذلك مواقع جميلة ومنها ممشى الضباب الذي نحن عليه الآن شهادة مني لمحافظة النماص أني وجدتها الساعة الثانية عشر في الليل بين الزوار المحافظة يتساءل ماذا يجدون من تعثر أو من سوء خدمات فيها وكان الرد بأن الخدمات فوق الممتاز بالمحافظة أولا وهذا هو دور كل مسؤول يا خالد المتابعة والحرص واهتمام القيادة أكيد كبير في كل المواقع وفي كل المراكز والمحافظات والوطن يشهد نهضة شاملة في جميع المجالات وفي جميع الكطاعات نتكلم عن المواقع التراثية الموجودة في النماص وأيضا المواقع المجاورة نتكلم اليوم أيضا عن تنومة بحكم إنها كيلوات بسيطة تفصيلنا عن هذه المحافظة بالإضافة في الاتجاه الآخر مركز بني عمر أنا أعتبر النماص في السنتر ما بين عدد من المحافظات الجميلة في كل الاتجاهات يعني برضو يعني لو تكلمنا وتعرجنا على هذا الشريط السياحي شمال مدينة أبهان أما مركز بني عمر فيوجد به قرية العرش التراثية قرية جميلة تمتاز بأجداد من سكنوا هذه البلاد وكذلك يوجد بها منتزهات وكذلك محافظة التنومة كذلك يوجد بها العديد من القرى التراثية وكذلك المنتزهات في المحافظة كذلك محافظة بل أسمر وبل أحمر أما بل أحمر قرى بن عضوان السياحية فهي وجهها ما شاء الله تبارك الله قرى بن عضوان السياحية هي على مدى مستوى المملكة حظيت باهتمام سمو أمير المنطقة وكذلك أصحابها فلاهم من جزيل الشباب الله يعطيك الصحة والعافية شكرا لك أستاذ خالد وسعدنا بتواجدك معنا سنأخذ الزوار على السريع كذا تفضلي خلينا نتعرف عليك عرفينا باسمكم من وين قابلي الكاميرا تكلمي ماذا اسمك؟ تالين نعم تالين ها تالين من وين جاي يا تالين؟ من محايل من محايل يا السلام عندكم الحنيذ في محايل صح؟ إيو ها الحنيذ حلو إيو ها مبسوطة في النماص؟ طيب الجو حار في محايل إيو كثير كثير وكيف الجو في النماص؟ مرة بارا تقلي لهم النماص الجو في حلو صيف يهول إيو قل لي النماص يهول نماص يهول الله يعطيك الصحة والعافية تفضل تفضل تفضلي عرفينا باسمك خذي خذي المايك حور ما اسمك؟ حور نور حور حور كيف الجو في النماص يا حور؟ أمسك المايك حلو حلو شكرا لك يعطيك العافية شكرا مشاهدين الكرام هذه الصورة من ممشى الضباب الزوار يستمتعون فعلا بالعديد من الوجهات السياحية المميزة في هذه المحافظة بالإضافة إلى حديثنا الدائم عن شمال مدينة أبهى بداية من باللحمر وباللسمر وتنومة والنماص وبني عمر وصولا إلى بلقرن العديد من الوجهات السياحية في هذا الشريط السياحي اللي يتجاوز أكثر من ثلاثمائة كيلو متر على جبال السروات العديد من المنتزهات العديد من الأودية الجبال المواقع السياحية الخيارات متعددة للزائر الكريم القادم إلى محافظة نماص وإلى منطقة عسير وموسم صيف عسير 2024 صيف في عسير تراها تهول صوت الصورة لكم في الياتفضة تهول يا محمد والجمال الموجود أكيد شفناه في محافظة نماص جمال جميل جداً ويهول وهذه المحافظة اللي أكيد على طرفها باللسمر وبالأحمل وجمال وصولا إلى أبهى والجهة الثانية بالقرن وصولا إلى الباحة هذا الشريط السياحي الجميل اللي أكيد يهول بجماله وبالتفاصيل المرتفعات الموجودة فيه والسعودية بكل جمالها بتكون حاضرة معاكم في هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم متابعين قناة السعودية وبرنامج جيرتنا الرحف فيكم والرحف اللي ينضموا معنا نساكم الحلقة مع بعض إن شاء الله في برنامج جيرتنا حتى الهوايات أكيد مرتبطة معنا ورح نعرض كثير من الهوايات الارتباط الوثيق مع الموهبة والاستمرار عليها يجعل من الشخص أكيد يتطور بشكل كبير وهذه قصة عبداليز الرضيان اللي منذ صغره جمع القطع الأثرية قطعة قطعة بدأتها كانت من أهله والآن أصبح صاحب متحف أثري كبير خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل فقراتنا موسيقى الهوايات تختلف والاهتمامات تتعدد وعبدالعزيز الرضيان هوايته جمع القطع الأثرية منذ صغر حتى كون هذا المكان الذي جمع مئات القطع الأثرية بمختلف أنواعها في متحف ضرماء التاريخي طبعا البداية كانت بداية يعني من الأشياء حقات العائلة بعض الأشياء اللي يقتنونها الجدة والجد وكبرت شوي شوي بعد وصار عندي شغف وهواية وحب للتراث وبدأت أجمع يعني هالكلام يمكن له فوق الخمسة وعشرين سنة بداية كان كنت أجمعها في بيتي وامتل البيت وضعت متحف في المدرسة برضو في المدرسة اللي أنا درس فيها وضعت فيها متحف وبعدها أنتقل المتحف إلى هنا إلى ضرماء تتعدد أقسام المتحف من حيث أنواع الاستخدامات البشرية طبعا المتحف يقع في 3000 متر مقسم إلى مجموعة من السيارات الكلاسيكية والجلسات العائلية والمتحف نفسه مقسم إلى مجموعة أقسام كل قسم يحكي شيء معين والله أقدم قطعة عمرها فوق الـ 200 و13 سنة بندقية عمرها أكثر من 200 وشوي سنة ثواية جمع القطع الأثرية شاركت أبناء عبد العزيز في مرتب والدهم والله خسائر فيوسف لكن أنا أصلا من فوق الـ 25 سنة وأنا حطين جزء من راتبي جزء من راتبي له المتحف الهاوي ما يكتمل عندك كلما أدنى تونهم موردك الدكاكين الجديدة تونهم صلحينها برضو بنملأها قدم مبلغ مالي لعبد العزيز لشراء المتحف ولكن الرد كان مختلفا والله عرض علي عرض علي لكن هذا من سابع المستحيل ليس مستحيل واحد من سابع المستحيل كل قطعة زيختة مرة كل قطعة تعني لي الشيء الكثير ما في فرق بين قطعة وقطعة بعض القطع غالية لهم بغالية سعرها غالية أنك وجدتها وكملت لك قسم معين وفي بعض القطع ما تسوى شيء لكنها تسوى علشان أكمل بها بس القسم لو كان سعرها اللي سعرها ما راح خليها حب اقتناء الأشياء الأثرية جعل الرضيان يعيش بهذا المكان أغلب وقته بمتحف ضرما التاريخي يعني جميلة مثل هذه القصص لما يتحول الشغف والهواية لجمع التراث إلى اعتزاز بهذا التراث واستحالة التخلي عنه زي ما ذكر عبد الزرطيان في هذا التقرير احنا طبعا نكملين رحلاتنا في برنامجاتنا كالعادة شبكة مراسلين ضخمة متواجدة حتى ننقل لكم الصورة الحين بناخذكم إلى محافظة لا يمكن يمر الخميس ما نروح للطائف ونرى الأجواء في الطائف وزميلة تركي الأحمر يمتواجد هناك من الأجواء الجميلة وما بين الورد والجمال الموجود في الطائف وفي منتزة الردف بالتحديد مساء الخير عليك زميلة تركي نمسي عليك بالخير والله يحييك ونريد أن نعرف ما المتواجد كيف الأجواء الآن خاصة في منتزة الردف يا هلو سأل فيك يا مجاهد أسعد الله مساءك بكل خير وسعادة الأجواء في الطائف اليوم غير والجو مختلف ما شاء الله من الصباح الشمس ما طلعت اليوم مغيم الجو ما شاء الله في مدينة الطائف أجواء غائمة جميلة تتواكب مع نهاية الأسبوع أو إجازة الأسبوع وبدأوا الناس الآن في منتزة الردف يتوفدون لقضاء يوم جميل وهو يوم الخميس أما المكان اللي أنا موجود فيه مجاهد فهو يعني يقدم المعلومة والتثقيف والتدريب عن طريق الطيور النادرة والطيور الناطقة في نفس الوقت هنا في هذا المكان ستشاهد ويشاهد الزائر الكريم أنواع متعددة ومتنوعة للطيور بألوانها الزاهية وحجامها المختلفة في هذا المكان سنكون بصحبة الكاميرا والأخ عبادي سيوضح الكثير من المعلومات حول هذا الركن فهو يقدم الكثير من المعلومات حول أنواع الطيور حياك الله عبادي سعد الله مساك بكل خير يا هلا حياك الله حياكم الله في معرض عوالي النواد لأندر الطيور بالعالم معرض ثقافي ترفيه تعليمي إندر الطيور بالعالم هنا أندر الطيور نبدأ عبادي نشوف مع الكاميرا الآن النوع الأول من الطيور تفضل هذا المكاو هذا ما اسمه؟ المكاو المكاو ما شاء الله تقريبا يوصل كم سعر عبادي السعر تبدأ غالبا من تسعة وانت طال ألحظ إذا كان فرخ إذا كان كبير إذا كان صغير من تسعة ألاف إلى عشرة إلى عشرة أربعة عشر ألف هذا النوع بعد متكلم أليف لعوب رقوس ويه 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 هذه كلمات ورامز له طيب هذا اللون الجميل هذا الأمازوني ما شاء الله أيها يوجد في الأماكن الجافة الغابات نعم الغابات الاستوعية صحيح الجميل لونه يا عبادي ما شاء الله طيب الأثنين هذولي الدر الأمراكية والدر الهندية أيها ما شاء الله هذا يجو طبعا جوز الله لا ما جوز في فرق بين هذا هندية وهذا أمريكية نوعين مختلفة الله تمام جرب شيء استى التركي أيها طيب ما شاء الله هذا هو ما شاء الله كثيرا لنوع العبادي نشوف بعد هنا نوع كوكاتو عاري العيني أيها سبحان الله كوكاتو عاري العيني أيها ما شاء الله كم سعروا هذا يمكن هذا قريبا أربعة أو خمسة سعار توصى طيب تمام نشوف هذول كمان هذا الكنير البتياني هذا مناطقه مناطق استراليا مناطق استراليا ما شاء الله طبعا هنا المعرض نعلم الناس على التعليم يشيلون الطيور كيف يشيلون الطيور كيف يدربونه كيف يتعاملوا مع الطيور ما شاء الله هذا معرض تثقيفي تدريبي بعد ما شاء الله هذا هذا حجمه كبير عبادي شيله ما أحتاج ما نوعه هذا مكاو برضا مكاو الله ما شاء الله وسعره تقريبا نفس السعر الأول بين 9000 إلى 14000 ما شاء الله طيب فيه زوار كثير عبادي عندكم يزورون المعرض يا رب لك الحمد موجودين ناس معروفين نحن من أول أصلا في الطائف كمعرض عوالي النوادر شكرا عبادي طبعا مجاهد يعني الجولة جميلة هنا ممتعة وسط هذه الطيور الألوان الزاهية والحجام والمستمياتها المختلفة وهي يعني تقدم هذا المعرض يقدم الكثير من المعلومات للزائرين حول الطيور النادرة في العالم هذه فعالية واحدة من الفعاليات الموجودة في منتزه الردة في بيت الطائف وأنوه وأذكر بأن الليلة ستشهد يعني احتفالية طرابية غنائية تحييها الفنانة آمال ماهر والفنان فؤاد عبدالواحد عند الساعة العاشرة مساء إن شاء الله بتوقيت المملكة ستكون في الطائف في جامعة الطائف إن شاء الله هذه من الفعاليات أعود لك مجاهد بالتوفيق إن شاء الله شكرا لك تركي الأحمر على هذه الجولة الجميلة أكيد في هذا الركن الرائع في مجزة الردف وأكيد الطائف بفعالياتها والتنوع الموجود فيها وزي ما ذكر الأنشطة التي تقام فيها والفعاليات سواء الطربية إضافة إلى جمال الطائف أكيد في مجموعة من الفعاليات الأكيد الكل يستمتع فيها سياح اللي راح يستمتعون أكيد بالتفاصيل السعودية وإحنا أكيد معاكم نستعرض كل الجمال لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم متابعين من قناة السعودية وبرنامج جيرتنا كمليم معاكم جولاتنا تابعنا معاكم في النصف الأول من البرنامج شفنا أبها وشفنا الطائف والآن في هذا الجزء أكيد بنروح إلى الباحة والسمرارة لدعم السياحة في الباحة في مبادرة تعد الأولى من نوعها على موسى والمملكة نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة مع زميلنا المتواجد الآن في الباحة حتى يطلعنا على التفاصيل علي الصافي مساء الخير بدنا نعرف عن هذه المبادرة بالتحديل التي تقام في الباحة حياك الله مجاهد وحيا الله جميع السادة المتابعين واللي يشوفون الآن عبر الشاشة السعودية وعن طريق برنامج ديرتنا ديرتنا جميلة وغنية بكل المواقع السياحية والمواقع التراثية والأثرية جميلة بجبالها وأهلها جميلة بكل ما فيها وكل ما تحتوي من سهول وهضاب وأودية وجبال طبعا نتواجد اليوم في منتزه الحسام أحد أجمل المنتزهات في منطقة الباحة ويرنو ويهفو إليها القلب والكثير من الزوار رصدنا وجودهم منذ أوقات باكرة في هذا النهار لاستمتاع بالأجواء وتناول طعام الفطور والغدا والاستمتاع أيضا بالألعاب وبالأماكن المخصصة للترويح عن النفس في هذا المكان طبعا 160 ألف متر مربع مساحة هذا المنتزه 80 ألف متر مربع منها مصطحات خضراء وأيضا تحتوي على الكثير من التفاصيل الباحة موعودين فيها بصيف مميز وتحت شعال صيف الباحة تراها أروق أكثر من 500 فعالية وأيضا هناك الكثير من الفعاليات والبرامج اليوم نحن عندنا واحدة من كبرى المبادرات على مستوى منطقة الباحة ومبادرة نوعية وهي من الميز النسبية للمنطقة نعرف تفاصيل كل ذلك مع ضيفنا اللي رح يطلعنا على تفاصيلها وهو الطبيب للعيم من كل جرح في التشوه البصري يؤذي العيم في منطقة الباحة سعادة من منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد الصوات حياك الله يا دكتور وأسعد الله مساءك بكل خير حياكم الله القناة السعودية والزملاء في برنامج ديرتنا الدكتور علي في البداية نحن موعدين بصيف مميز وش نوعي من الفعاليات في هذا العام نعم أستاذ علي نحن في مهرجان منطقة الباحة الصيفي لهذا العام حرصنا بتوجهات كريمة من سمو أمير المنطقة يحفظه الله على تقديم فعاليات نوعية بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي تقام سنويا في كل عام نفاجئ المصطف والزائر بفعاليات جديدة على سبيل المثال لدينا فعاليات رياضية في هذا العام بطولة غرب آسيا للبودل لتسلق الجبال أو للتسلق ينظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج لدينا أيضا سباق السيارات الدريفت ستقام قريبا من الفعاليات النوعية أيضا لدينا مسرحيات ستقام حزمة من المسرحيات الاجتماعية والفكاهية في منطقة الباحة لأول مرة في صيف هذا العام بالإضافة إلى فعاليات السيرك العالمي والحفلات الغنائية والفعاليات الأخرى المعتادة والمهرجانات الدولية كمهرجان العسل ومهرجان الرمان وأيضا المهرجانات الزراعية طيب يا دكتور الآن حنا نتكلم عن الفعاليات في منطقة الباحة نريد أن نتكلم كيف توزيعها على المحافظات حتى أن السائح والمصطف وين ما راح يجد هذه الفعاليات؟ نعم كنا حريصين في التخطيط لهذا الموسم الصيفي الكبير على التوزيع الجغرافي والمكاني للفعاليات في مختلف محافظات ومدن قطاع السراة بالفعل اليوم تجد فعاليات في جنوب المنطقة في محافظة بلجرشي وفي شمال المنطقة في محافظتي القرى والمندق وفي وسط المنطقة في مدينة الباحة العاصمة الإدارية وأيضا في محافظة بني حسن وفي شرق المنطقة في محافظة العقيق لأول مرة في هذا العام فعلنا منتزه الشروق الواقع على طريق الملك فهد المؤدي إلى مطار الملك سعود بمحافظة العقيق مساحة هذا المنتزه 160 ألف متر مربع وهو يخفف من الأعباء على منتزه رغدان الشهير ومنتزه الأمير حسن في القيم وأيضا لأول مرة نظمنا فعاليات نوعية في شلالات خيرة في منتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن والفعاليات مستمرة في كافة أرجاء قطاع السراة في منطقة الباحة طيب يا دكتور الآن حنا تحدثنا عن الفعاليات وتكلمنا عن الخطة إيش آخر المشاريع السياحية اللي موجودة في المنطقة نعم هناك مشاريع سياحية كبرى استراتيجية إذا جاز التعبير يجري التخطيط لها من خلال المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة ومن خلال أمانة المنطقة بإشراف وتوجيهات من سمو أمير المنطقة أحفظه الله أيضا هناك مشاريع كبرى في الإيواء الفندقي والسياحي يجري تنفيذها الآن منتجعات سياحية وفنادق خمسة نجوم وأربعة نجوم وأيضا مدن ترفيهية وأسواق بوليفارد يجري تنفيذها وأيضا هناك مشاريع تم تشغيلها في بداية هذا العام لاستقبال المصطفين والزائرين لمنطقة الباحة طيب الدكتور علي الآن سنتحدثنا عن كل ذلك هناك مبادرات تطلق أمانة الباحة أو تكون شريكة في إطلاقها سمعنا بمبادرة للأطفال ذوي الإعاقة واليوم أيضا كان في مبادرة نوعية كبرى ودي تعطيني عن هذه المبادرتين فكرة وإش أهدافها نعم نحن في أمانة منطقة الباحة لا نعمل بشكل منفرد نحن نفعل مشاركة المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المكاسب للطرفين حقيقة فأمانة منطقة الباحة بدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ننظم فعاليات في المبادرات المجتمعية على مدار العام نحن من أكثر الأمانات في المملكة نطلق مبادرات مجتمعية وخصوصا في موسم الصيف في هذا العام أو في صيف هذا العام حتى الآن أطلقنا أكثر من عشرين مبادرة مجتمعية كان آخرها كما ذكرت مبادرة تمكين أبنائنا وإخواننا وبناتنا من ذوي الإعاقة للمشاركة الفاعلة في الإشراف على فعاليات مهرجان صيف منطقة الباحة بالفعل شكلنا لجنة بقيادة أحد أبناء المنطقة وشكلت وهي ممكنة اليوم تساهم في الإشراف على الفعاليات ولها دور لتمكين هذه الشريحة الغالية اليوم أيضا أطلقنا مبادرة نوعية أخرى في منطقة الباحة برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الباحة وبالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية والتجمع الصحي في منطقة الباحة هذه المبادرة تحت شعار الصحة أمانة هذه المبادرة الجميلة تقدم خدمات صحية وطبية سريعة لجميع المصطفين والمرتادين في مواقع المنتزهات وأيضا في الحدائق وأماكن الفعاليات وأيضا تقدم جانب توعوي وإرشادي واستشاري للمرتادين بالإضافة إلى توفير تطبيق إلكتروني على الجوالات للحصول على أماكن الإسعافات الأولية القريبة أو حتى المراكز الصحية أو المستشفيات عند الحاجة أيضا تتضمن المبادرة الاهتمام برفع مستوى جودة الحياة من خلال تشجيع الرياضات كالمشي مثلا نحن نعمل على الحد من وصول المواطن والمرتاد إلى المستشفى من خلال تعزيز جودة الحياة في البنية التحتية والتشجيع على ممارسة رياضة المشي تحديدا وأيضا الرياضة من خلال الترفيه في هذه المواقع هذه المبادرة لأول مرة تقام بهذا الحجم الكبير في جميع منتزهات منطقة الباحة وأماكن الفعاليات وسيستفيد الجميع من هذه الخدمات الصحية والطبية في موسم صيف الباحة طيب يا دكتور بما أن ما زلنا في الطور الحديث عن الخدمات طبعا هناك تحديات ربما تواجه الأمانة والجهة الحكومية في كل عام أحد هذه التحديات الاختناقات المرورية ما بين منتزه الحسام وغابط رغدان كيف تعاملت أمانة الباحة في فك الاختناق المروري؟ نعم بداية دعني أشكر الشركاء بداية بمقام إمارة المنطقة سعادة وكيل الإمارة الدكتور عبد المنعم بن ياسين الشهري ومدير شرطة المنطقة اللواء سالم القرقاح وأيضا مدير شرطة المنطقة العقيد مسفر أثبيتي كنا قد أعددنا العدة بخطط مبكرة للحركة المرورية نحن نعلم بأنه في كل عام يصل إلى منطقة الباحة ما لا يقل عن مليوني زائر وسائح ومصطف فوضعت خطة مرورية محكمة بدأت كما ذكرنا قبل قليل بتوزيع ونشر الفعاليات وعدم تجميعها في موقع واحد أيضا هناك خطط مرورية فعالة جدا الزملاء لو لاحظت متواجدين على مدار الساعة في الميدان هناك سلاسة في الحركة المرورية وهناك ربط وكنا قد ربطنا هذا الموقع منتزه الأمير حسان في القيم والمركز الحضاري ربطناها بطريق مزدوج من الجهة الشمالية يربط بطريق منتزه رغدان الشهير كان هذا قبل الموسم كبديل لانقطاع الطريق في ظل وجود مشروع الطريق الدائري أوجدنا البديل وأيضا وفرنا طاقة استيعابية أكبر في المواقف يحيط بنا الآن ما لا يقل عن عشرة آلاف موقف سيارة من جميع الجهات في هذا الموقع بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للسيارات أيضا حتى الخدمات خدمات البنية التحتية دورات المياه عزكم الله زدنا من الأعداد ورفعنا الكفاءة التشغيلية في المنتزهات والحدائق للإفاء بهذا العدد الكبير وخدمتهم من المصطفين والزائرين طيب الدكتور علي كل هذا الكلام جميل ولكن ختاما ودنا بكلمة للمصطفين والقادمين للسياحة في منطقة الباحة نعم لا يزال هناك متسع من الوقت في الإجازة الصيفية وصل لدينا في منطقة الباحة أعداد كبيرة من المصطفين من المواطنين السعوديين وأيضا من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا من الدول العربية ومن دول العالم هناك مصطفين وسواح أجانب موجودين في منطقة الباحة ندعو الجميع اليوم للالتحاق بنا والاستمتاع بالأجواء الرائعة والغائمة والماطرة في منطقة الباحة والأجواء الباردة وأيضا الاستفادة من الفعاليات الخمسمائة فعالية ترفيهية التي تقام في منطقة الباحة ونحن بصدد تنظيم الحفل الترفيهي الكبير لمهرجان صيف منطقة الباحة على المسرح المفتوح في مراوة في القرية التراثية يتسع لأكثر من خمسة آلاف شخص سيكون هناك حفلات غنائية والسيرك العالمي وعروض ترفيهية وأيضا سحوبات على سيارات وجوالات للزوار والمرتادين الكرام الله يعطيك الفعافي صراحة يا دكتور شرح جميل ووافي وتناولنا جوانب الحديث عن كل الأشياء التي يمكن أن تكون من المقومات السياحية وأيضا توفير الكوادر البشرية في موسم صيف هذا العام شكرا لك من منطقة الباحة دكتور علي الصور شكرا جزيلا شكرا لجميع قنواتنا الفضائية القناة السعودية القناة الإخبارية هناك تواجد كثيف في منطقة الباحة والباحة تستحق في ظل هذا الزخم الكبير من المصطفين والمرتادين شكرا لك شكرا جزيلا طبعا كما ترى يا مجاهد الآن الأجواء غائمة طبعا الباحة اليوم سجلت أقل درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع أعلى درجة ارتفاع ثلاثين درجة مئوية الأجواء غائمة وهناك فرصة أيضا لهطول الأمطار تفضل معنا حبيبنا طيب ما يمنع ما في مشكلة ربما أن البعض متوترين من الكاميرا تفضلي تعالي معي يا شاطر حتى نأخذ رأيك حياك الله كيف حالك طيب الحمد لله عرفيني باسمك حورو محمد طيب ودي أسألك في البداية من وين جيتي أنا من محافظة رابق طيب كيف الأجواء في الباحة جميلة حلوة رائعة وأجواء والكمان الطخس مرة حلوة وغائمة طيب متى جيتي للباحة أنت؟ يمكن قبل يومين وين رحت في الباحة؟ رحت رأى المنتزة غدان والشلال والأمير حسون يعطيك ألف عافية شكرا عفوا طبعا إذا كان هذا يا محمد رأي الطفلة فلدينا بصمات كثيرة من الكبار وانطباعات جميلة عن أجواء منطقة الباحة ونوجه إليكم الدعوة عبر الشاشة السعودية بالقدوم إليها والاستمتاع بالأجواء والفعاليات شكرا لضيفي ولي هذه الطفلة ولك يا مجاهد ولجميع السادة المشاهدين عودة إليك مرة أخرى شكرا يا علي على هذه التغطية على قولتك الوافية والشاملة أكيد شكرا لضيفك على الشرح والباحة زي ما ذكرت أجواءها جميلة وبجبالها وأوديتها وأهلها الباحة أكيد المضيافين أكيد واللي يرحبون أكيد بالسياح والتفاصيل الجمال الموجود في أجواء الباحة أكيد كل هذه المقومات بأجواءها تحفز على السفر والسنتاع بالسياحة في الباحة كان معنا علي من منتزل المير حسام أطلعنا على هذه الصورة لكن في حدث ضخم جدا في الرياض وفي بطولة كاس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب ورياضات الإلكترونية يستمر حتى 25 أغسط 2024 نأخذ تفاصيل هذا الحدث الضخم الذي يقام في الرياض مع زميلنا وائل القحطاني المتواجد الآن مباشرة حتى يعطيه تفاصيل أكثر عنه مساء الخير عليك وائل مساء النور لك مجاهد العمري وأيضا لمتابعي القناة السعودية وبرنامج جيرتنا بالتأكيد هذه البطولة مجاهد لها صدى كبير من خلال الأيام الماضية دعنا نتحدث لها الآن أسبوع كامل منذ طلاقتها اليوم نحن في الأسبوع الثاني هذه البطولة التي صاحبها زخم إعلامي كبير أجنبي وآسيوي وخليجي أيضا من خلال متابعتهم لمنافسات بطولة كاس العالم للرياضات الإلكترونية هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مدى التاريخ بطولة العالم للرياضات الإلكترونية يمكن نحن سمعنا ببطولة العالم للفيفا بطولة العالم لأحد الألعاب لكن اليوم نحن هنا في السعودية أو في الرياض تحديدا نصطيف كاس العالم للرياضات الإلكترونية كنسخة أولى تصطيفها المملكة طبعا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وأيضا متابعة مستمرة من معالية المستشار تركيا للشيخ وأيضا رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية طبعا اليوم كما ذكرت مجاهد هذا الأسبوع الثاني المنافسة عالية اشتدت كل يوم نحن نشاهد نهائيات ونشاهد أبطال ونشاهد تأهل ونشاهد أيضا دعم جماهيري من خلال يمكن تشاهد من خلفي اليوم هذول الموجودين الآن نحن في منطقة الفانزو ومنطقة المشجعين اليوم كل أرينا مطلة على هذه المنطقة اليوم هذه السي سي وهنا القدية وأيضا أمازون اللي تخلص المنافسة يروحون للمنافسة الأخرى يدعمون أبطالهم يبدأ يدعمون خصوصا أن فيه ثلاثة فرق سعودية تشارك في هذه البطولة نتمنى لهم التوفيق اللي دائما عودونا يعني السعودية في كل مجال وفي كل مكان هم أبطال ويرفعون راية الخفاق الأخضر بإذن الله الكل يعني متحمس في هذه البطولة لأجل هذه الكاس مجاهد التي خلفي وترونها على الشاشة هذه الكاس هي النسخة الأولى أو النسخة الاستثنائية وكل أم متحمسين أن يحصلوا على هذه البطولة لأنها هي الأولى كعلى مستوى العالم طبعا عندي ضيوف جاي من جدها مجاهد أرحب فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عويض العضيلة من جده نعم والله عويض أنت اليوم جاي وشايف البطولة بطولة العاب الإلكترونية إيش رأيك في هذه الاستضافة؟ نحمد الله ونشكره رياضاتنا تطورت شيء كثير جميع القطاعات الرياضية وبالذات كاس العالم للرياضات الإلكترونية نحمد الله ونشكره كنا نشاهدها بث مباشر لأن نشاهدها على أرض الواقع في بليوفارد الرياض من فضل الله طيب الولد قاعد يصورك وانت تتوين اللقاء تعال إيش رأيك اليوم في الألعاب؟ أنت الأهم هنا في هذه البطولة؟ والله الحمد لله التطور كويس أن نشوفها هنا في السعودية وبإذن الله يكون القاس سعودي بإذن الله بيعطيك العرب الله يعلم مجاهد والله الأجواء حلوة طبعا في منطقة هنا اسمها STC بلي وهي منطقة تحديات على هامش هذه البطولة أوجه لك الدعوة مجاهد وتحداك أنت وفريق العمل هنا في هذه المنطقة لك الكلمة مجاهد شكرا لك كوي لك كيد أنك بتفوز أنا في الألعاب الإلكترونية ممكن ما شاء الله لك أنت وعبد العزيز أخوك دائما تفوزون ما شاء الله سوف فريق ممكن لو شاركت في البطولة أكيد هذا الحدث الكبير والضخم المتواجد في السعودية ولي طلعنا عليه زميل نوال القعطاني حدث ضخم جدا في الرياض تواجد من كل دول العالم سواء من منظمين أو أبطال وتواجد أكيد مجموعات فعلا الحلم يتحقق لجيل يعلم أهمية الرياضة الإلكترونية نحن نكمل معكم بقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل أهلا فيكم من جديد الرحب فيكم وفي اللي أنضموا معنا في برنامج جيرتنا وجولات جيرتنا رحلة الجاية على جازان حيث أكيد بيأخذنا كالعادة زميل حسن الغزواني في جولة داخل أحد المتاحف الشعبية هناك نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المتحف ويش الأشياء الموجودة فيه الأغراض اللي حولك تعرفنا علىها حسن أو ويش يمس عليك بالخير وعطنا التفاصيل هذا المتحف نعم جاهد مساء الخير لك مساء الخير ليا سادة المشاهدين المشاهدات في كل مكان فعلا كما ذكرت هذه الأيام المتاحف الشعبية وجهة سياحية أيضا في منطقة جازان وفي مختلف مناطق المملكة وجهة سياحية لزوار المناطق للتعرف على تاريخ هذه المناطق وما تحمل هذه المتاحف من إرث تاريخي ومن محتويات ومن مقتنيات أثرية قديمة جدا تحاكي وتحكي تاريخ القبائل التي سكنت هذه المناطق أنا تواجد الآن في متحف بلغازي التراثي أحد أجمل المتاحف في منطقة جازان وأيضا أحد أشملها تنوعا من حيث المعروضات ومن حيث أيضا الأقسام المتواجدة داخل هذا المتحف طبعا المتحف يضم عدد من الأقسام طبعا بدءا من الساحة الداخلية أو المجلس الكبير هنا في المتحف والذي يضم أدوات زراعية يقدمها قديمة جدا كانت تستخدم في الزراعة قديما باستخدام الخشب وأيضا الحديد المصنوع تصيصا للزراعة أيضا هناك أقسام أخرى متنوعة خاصة بأدوات الألبان وأيضا الجلود طبعا مجاهد يعلم الجميع أن منطقة جازان وتحديدا المحافظات الجبلي فيها كانت تشتهر بصناعة مثل هذه الأدوات واستخدامها للزراعة لسبو العيش لحفظ الحبوب هنا عندنا في هذا المكان أدوات قديمة تستخدم لطحن الحبوب طبعا المتحف متنوع وواسع أيضا هناك مجلس يحتوي على الأدوات القديمة التي كانت تستخدمها الرجال ومجلس أيضا خاص بالنساء وأيضا هناك فصل مهيئ ويحاكي الفصول القديمة من ناحية السبورة من ناحية الوسائل التعليمية والمعصات الدراسية وكل الأدوات الدراسية التي كانت تستخدم قديما تنوع كبير جدا في هذا المتحف يضاف إلى اللجهات السياحية التي دائما تكون مناسبة جدا للزيارة في فصل الصيف خاصة في مناطق جهازان لارتفاع درجات الحرارة خارجيا فلذلك يحتاج الناس إلى أماكن مغلقة في مثل هذه الأيام لاستمتاع بها الأجواء الجميلة جدا طبعا جاهد فقط نذكر بأن الأجواء هذه الأيام ماطرة انتهنا الآن من أجواء ماطرة جميلة جدا على منطقة جهازان وتحديدا على المحافظات الجبلية العدابي في فا الدائر وأيضا عدد من المحافظات الجبلية نعم جاهد شكرا لك حسن الغزواني من هذا المتحف وزي ما ذكرت أنه جهازان جميلة بثراثها جهازان جميلة بأجوائها الماطرة الله يحنيكم بمطاركم إن شاء الله ويسعدكم لكننا في الرياض أمس أمطر علينا الفنان عبد المجلي عبد الله جملة من الأغاني الطربية اللي أكيد أطربت حضور مسرح محمد أبدو أرينا ستي اللي أكيد استمتعوا بحفلة رائعة جدا من أمير الطرب تفاصيل هذه الحفلة شوفها مع الزميل هاني المشعل أحيى الفنان عبد المجيد عبد الله التي تجمع بالماسترو وليد فايد ليلة غنائية في العاصم الرياض في بوليفارد مسرح محمد عبدو ستي ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للبطولات الإلكترونية ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة تحت رعاية هيئة الترفي بالتعاون مع جودة الحياة أولا الجولة هذه جولة المملكة تعتبر حلو بالنسبالنا إحنا كفنانين سعودين أولا إحنا من سنوات وإحنا كنا نبحث عن الجمهور السعودي والخليجي والعربي نبحث عنه نذهب له نروح له وجاءت الفرصة الآن إنه إحنا نتواجد في مناطق المملكة ونقدم فيها للجمهور السعودي فننا ونتاجنا وحصادنا الآن صار شيء ممتع إنه أنا أتجول في المملكة العربية السعودية وأختار ما يناسبني من المناظر وأغني فيها أتمنى التوفيق لكل الفنانين المشاركين في جولة المملكة أتمنى التوفيق والنجاح لكل الحفلات كما تعودنا من هيئة الترفيه وأتمنى الجمهور السعودي الكريم يستمتع وينبسط بالجولة دي إليه أن نلتقي مجددا إن شاء الله في موسم الرياض وكما تعودنا حتلاقي موسم أنا مش عارف أتخيله الغد بقتي بس الحمد لله تعودنا على النجاح تعودنا على التميز تعودنا على التفكير برا السندوق من قبل هيئة الترفيه ومعالي تورك والشيء من قبل هيئة التفكيرين اشتركوا في القناة ومعاكم بكل الجمال المتواجد بالأجواء بالفعاليات بالأحداث العالمية الضخمة المتواجدة في السعودية وكيد بالمعارض المختلفة وحنا أكيد نستمتع ونشكركم دائما على تفاعلكم معنا طوال الأسبوع بمشاركتكم عبر هاشتاك برنامج جيرتنا احنا معاكم دائما قناة السعودية وبرنامج جيرتنا في نفس الوقت نتمنى لكم إن شاء الله ويكون سعيد تجول فيه وستمتعوا ومبسط وقدم ما تقدرون كمار الله اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى